سلام حالي لني يا بونات عيشة حلون يا با سلام شباب ازايكم طيب حقيقي الموضوع اللي طلب مني الموضوع شوية محتاجين نفكر فيه لان هو اسئلة شوية شوية ممكن تكون كومبليكيتد ولكن في الاخر بنعمة ربنا ويعني لما هتساعدوني شوية هتلاوي الموضوع بسيطة هالموضوع بعنوان وكده يخوف شوية اسمه مشيئة الله اسمه مشيئة الله وازاي اعرف مشيئة الله خليني ان نسأل بعض اسئلة ولو هنطيب بس كده شوية تيبس ان تريكس كده هنوصل في الاخر احنا عايزين مع بعض نوصل لأحنا عندنا مشيئتين صح في حياتنا في مشيئة اسمها مشيئة الله اسمها مشيئة الانسان خلونا كده نتناقش مع بعض الفرق بين مشيئة الانسان ومشيئة الله نوصف مشيئة الانسان ازاي ونوصف مشيئة الله ازاي خليني نبدأ المشيئة الانسان ايه هي مشيئة الانسان سؤال صعبة انا عارف سدقوني طب ايه هي الموتف بتاع مشيئة الانسان هو احتياجات انا محتاج ان انا انقل الكباية من هنا اللي هنا فبنقله محتاج ان انا اشرب فخدت مالية كباية ماية وشربتها جميل ايه اه ومشيئة الانسان محكومة بمتغيرات فمشيئة الانسان متغيرة جميل اكوردنج للسكوب بتاع الانسان وخبراته ومعلوماته فالمشيئة بتتغير اكيد الطفل الصغير غير الشاب الكبير غير الاب غير الجد تمام يبتتأثر بالعمر تمام 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 جورج ممكن تباع حقا ارضية وممكن تباع حقا ساموية جميل دي مشيئة الانسان هم مشيئة الانسان دايما مشكملة صح دا لحما دا لحما دا لنا مشيئة الإنسان تاينفرين دا مشيئة الله الغير محدودة بعيدة عن الزمن قابلة للصواب وقابلة للخطأ كيرو مشيئة الله دايماً لأخيرها الفرح الاندريزلت بتاعتها الفرح ومشيئة الإنسان مش مضمونة خليني أتكلم معكم في حتة كده من كل اللي حضراتكو قلتو إن مشيئة الإنسان دايماً دايماً ظهرة دايماً ظهرة لكن مشيئة الله شوية شوية كومبليكيتد شوية كومبليكيتد فاللهوتين يتكلموا في مشيئة الله دي لتلت أنواع تلت جوانب هي مشيئة واحدة لكن ليها تلت جوانب أول جانب كده في المشيئة اسمه المشيئة السامية أو المشيئة الموجهة النوع التاني أو الجانب التاني من مشيئة الله اسمه المشيئة المعلنة حاجة already declared والجانب الثالث من المشيئة هو المشيئة التدبيرية مالش ممكن يكون الكلمات الترمينولوجي يعني هنفسرها واحدة واحدة المشيئة السامية والمشيئة الموجهة هي العايزة توصل لي كلمة واحدة أن الله هو البندكراتور البندكراتور يعني ضابط الكل كلي القدرة عمل إيه ممكن نفكر مع بعض في أمثلة كده في الفكرة بتاعة المشيئة السامية ربنا عمل إيه بفكرة السامية دي أنه هو ضابط الكل خالق المسكونة ملك الكون فعنده جانب من جوانب المشيئة بتاعته اسمها المشيئة السامية أو الموجهة خلق خلق قال يكن نور فكان نور جميل ده مثل رائع جدا للمشيئة السامية ها إيه مثل تاني انشاء البحر هون كل الخلق كل الخلق ها إيه تاني لا الفداء مش سامية الفداء في حتة كده بص على آخر واحد هتيجي هتيجي دلوقتي يا مريح صح شاء البحر أنا أسمى اسمها طيب شاء البحر تمام شاء البحر ها ايه تاني مشيئة طب ها هنكوشكو شوي في قصة يوسف قصة يوسف كان فين بالضبط المشيئة السامية الموجهة المجهة ايه تاني انه يتخطف وانه يعني يتخطف من اخواته وينزل ويقعد ويعيش ويبقى موجود في سجن ويقعد يتنسي في السجن طب صح والانقاص دي اسمها المشيئة السامية ربنا أراد علشان كده المشيئة السامية الموجودة عند الله دي ما ينفعش ما ينفعش تتغير هو بتدبيره بفكره السابق علم بكيننته بضبطه للكون كله بينا احنا شغال في الحتة دي دي هتنفع تتغير استحالة استحالة تعالوا بس عشان وقتكو ناخد الجزء الثاني طب ايه المشيئة المعلنة هو كل ما أعلن في الكتاب المقدس كل ما أعلن مشيئة الله في الكتاب المقدس زي ايه مارك هايوا دي جميلة الله أعلن ان جميع كل الناس تخلص وإلى معرفة الحق تقبل على فكرة ودي الفيجن بتاعة الكرازة الفيجن بتاعة الكرازة ان احنا نعمل ايه تونجيج بيبل تومين علشان الناس كلها كل اي حد يهلك احنا ما بننمش علشان الناس بتهلك صح فاحنا عايزين نجري علشان نعمل ايه نجيب الناس المسيحي بنفعل مشيئة الله المعلنة لنا ربنا بيساعدنا وبيدينا الحتة دي علشان بس ايه ها بتساعدوني ودي بركة ها ايه تاني كان فيه ايه تاني من المشيئة المعلنة ايه تاني ربنا اعلنه لنا تاني ان هو عايز يعمل كت الناس للمرأة يسحق رأس الحية طيب هو مش ربنا عايزنا نتوب مش قال توبو مش قال توبو صح قال صلو قال اعترفو قال من لم يأكل جسدي ويشرب دمي مش هول الحاجات دي موجودة مشيئات معلنة ليه علشان يتحد بي علشان يعيش معي فين فحيا ابدي من اول التجسد من اول التجسد ليه ان الله الكلمة المتجسد ياخد جسد من امنا العذرة مريم بفعل الروح القدس وبعده كده يمر بالقصة بتاعة الفداء والموت والقيامة والصعود والحياة الابدي ده الاسمه التدبير الخلاصي بنحاول نحاول نستوعب في صيغة كلمات ما هي مشيئة طلع بنحاول ولكن طبعا بالعقل مش هنعرف بنحاول نصيغ ده طيب خليني اخذ رأيكم في اقول الاباء يعني قد يثقون الناسك بيقول قول جميل جدا بيقول حرارة القلب ثمرت الشعور بالله حرارة القلب هي ثمرت الشعور بالله انها تولد من وقت رجوع الانسان الى الله في التوبة وفي اثناء القيام باعمال التوبة لنقاوة القلب وتتقوى اكثر فاكثر عايز تحس بربنا عايز تعيش معاه يبقى انت مطلوب منك ان انت تعمل ايه تشعر بالله ازاي ان انت تبقى زيه تبقى زيه في ايه في النقاوة تبقى بتطهر نفسك اول باول تبقى بتخلص نفسك في اول في اول يبقى عم قدم محاسبة نفسك اول باول بتفضي بتفضي عشان كده كنيسة كانت جميلة جدا وحطت في اخر صلاة النوم تحليل رائع جدا اسمه ايه؟ يا رب جميع ما اخطأنا ان كان بالقول او بالفعل او بالفكرة او بجميع الحواس من القول ام بياس دي محاسبة نفسة قوية كل يوم دي كل واحد فينا نضع قدام ربينا كذا انا بحب اقولي انا بقى ان بشمرة دراعاتي اللي ربنا حل اني يبون ماشو وشمرة دراعاتي وضي ربنا انا النهاردة عملت واحدو اتنين ثلاثة بالفكرة انا عملت واحد اتين ثلاثة بالقول اى عملت واحد اتنين ثلاثة طيب بناخد قولتان من الاقوالة انلي باقاء المتكبر مين اللي قال كده القديسة وسطينوس المتكبر يعمل إرادته أما المتواضع يعمل إرادة مين يبقى أنا مطلوب مني علشان أعمل إرادة الله يبقى إنسان مين متواضع القلب أتشبه بمين بسيدي ببابا طيب فأبانا الذي عندنا كلمة جميلة قوي اسمها لتكن مشيئتك بنقف ساعات قدامها منبقاش فاهمين طب هي إيه مشيئت ربنا وإيه اللي أنت عايزه يربي مني وإيه اللي أنا عايزه منك علمني أن أصنع مشيئتك فعلمني أن أصنع مشيئتك دي ببساطة كالآتي حاجة دي أنا أخذها على فكرة من نبونا دوت إن أنا أعيش بلغة السمائين وإن أنا أعيش عشرة السمائين وإن أنا أفكر تفكير السمائين طب إيه هي لغة السمائين تسبح برافا لكم برافا لكم دورنا إحنا كلنا أن إحنا نبقى عارفين language بتاعة الـ praising ده دورنا ماشي طب إيه عشرة السمائين شفاعة وصداقة القدسين حلو خالص طب وإيه تاني إيه هو تفكير السمائين الالتصاق بشخص المسيح الكامل أنا عايش مع المسيح حياة أبادية على الأرض إذا كنت أنا عايز ألتصق بالمسيح فأنا من دلوقتي بطفع العربون أنا راح أشتري فيلا هعمل إيه لازم أدفع العربون بتاعة صح راح أشتري شقة لازم أدفع العربون بتاعة ما هي مش هتتحجز لي يبقى أنا دوري أن أنا دلوقتي أعمل إيه أدفع عربون مكاني في السماء كلما أدفع أكتر دلوقتي هعمل إيه أخذ حاجة أكبر في السوق أخذوها بفكرة بوسيط أيضا إذا عطيته سلطان على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته إيه بقى فكرة الحياة الأبدية اللي حضرتكم بتقولوها دي أهي لها ديفنيشن جميل أوي أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته هو مش ده ممكن يكون أبجيكتف لنا في الإفنجليزم صح؟ أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي دي الفيجن على فكرة أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ومين هو يسوع المسيح الذي أرسلته يبقى إحنا بننججج بيبلتو إيه وإيه اللي هو إتاني أنه في إترنال لايف أنت خايف من حياتك شاكك متوتر مضطرب زي ما أبونا كان لسه بيقول لا تعالى ده في حياة أبدية ما فيهاش ولا تعب ولا اضطراب ولا مشاكل ولا خوف ولا زعيء ولا فزع أهي دي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته طب ده طالب مني إيه أن أنا أعمل إيه ما طلب مني بقى إيه في اللحظة دي أن أنا أعمل إيه مع الناس دي أعرفهم صح إبه في معرفة صح طب أعرفهم أعرفهم وأنا مش عارف أدوأهم وأنا مش دايق أسمعهم حاجة أنا مش عايش فكرة بتبقى معروفة جد تبقى معروفة جد فأنا لو مش مليان مش هاملة لو فاضي مش حارف أتكلم في دعوة قرمية ما خدش الدعوة غير لما اتلمس يقول لك إيه وضع السيد الرب يده على فمي وده بونا يعلمنا كده فيها ويقول أن ده كناية عن إيه التناول عن الإفخريستية أنه محدش يقدر يتكلم عن المسيح وعلى أن الحياة الأبداية غير لما يكون دايق المسيح طيب فيه هدف إيه الهدف الوبجيكتف السيفينج أن الناس كلها تخلص يبقى الهدف الأساسي بتاعنا علشان نصنع مشيئة الله ونفهم مشيئة الله يبقى إحنا نعمل إيه نسعى على خلاص كل نفس طبعا نسعى على خلاص كل نفس بإيه بمجد ولا بهوان بمجد فيه تعب آه فيه وقعات في النص وفي الطريق آه طب إيه بس في الآخر في إيه فيه إكليل مجد معد للكل إحنا وإحنا عشان ما يبقاش بقى إحنا وهم بقى إحنا وإحنا كلنا بقنا واحد زي ما موجود دلوقتي في يوحنى هنشوف دلوقتي إن إحنا عشان نعيش الحياة الأبدية فكلنا نكون واحد في المسيح دي موجودة فين؟ دي موجودة برضو في يوحنى سبعتاشر بعد الفرح الكامل اللي هو بالمجد اللي إحنا فيه ده وطبعا إحنا ونسألش إن أي حد يأخذهم من العالم ولكن أنت حفظهم من الشرير بس خلينا عشان فكرة إن إحنا كلنا نبقى واحد يعني ندوب في بعض في الكراز إحنا عايزينهم معانا يبقوا كلهم جايين جوه حظيرة الخراف دي برضو هنطبقها مع يوحنى 17 مع شخص المسيح بفكرة المسيح جاي لك دلوقتي طيب فكرة المسيح فيه إيه؟ طيب فكرة المسيح الأول إن إحنا مطلوب مننا إن إحنا نكون مختلفين آهي في يوحنى 17 ليس من العالم كما أنني لست أرضة برضو من العالم إحنا مطلوب مننا إن إحنا نكون مختلفين ولا نمشي مع القطيع هنكون مختلفين صح يعني معنى كده إن أنا مش مطلوب مني إن أنا وأنا في الكرازة إن أنا في تسييبات بتعدي فخلاص تعدي لأ أنت المفروض أنت اللي تيجي عندي مشان الله روح عندك تيجي عندي إيه؟ تيجي عندي للإيمان إن الصح بالفكر الصح ون رايت تراك صح كل ده جواه المسيح المسيح عايز كده؟ المسيح هو اللي علمني كده؟ النقطة الثانية هيبقى في رفض المسج هيجي لها وممكن يجي لها رفيوز هيبقى في رفض أهو المسيح ليه كل المجد قال إن العالم أبغضه لازم يبقى فيه تواجد أصلاً أن تأخذهم من العالم ولكن أن تحفظهم من الشرير النفس الطويل نقول هذا عشان نوصل لفكرة مشيئة الله طيب الرسالة فيه رسالة فيه رسالية فيه ميشن يس كما أرسلتني أنا للعالم أرسلتني إلى العالم وأرسلتهم أنا كمان إليه إيه؟ إلى العالم أنا مبعوت أنت يا رب كمان كنت مبعوت اللي هو فكرة المشيئة التدبيرية زي ما حضرتك قلت اذهبوا وتلميزوا جميع الأمم وعمدوهم هو كمان بعثنا زي ما هو اتبعت لخلصنا إحنا كمان مبعوتين للعالم كل عشان نقولهم إيه؟ فيه خلص؟ فيه حقيقة أبدا طيب فكرة أنا فيهم وهما فيه بالتقديس هيكون قدسهم في حقك هنطلع بقى فربات وأكشنز ونلعب لعبة لمدة سوين قدسهم في حقك كلامك هو حق كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم ولأجلهم مقدس أنا ذاتي ليكون هما مقدسين في الحق أخذت بالكم من حتة قدسهم وأقدس ومقدسين قدسهم دي إيه؟ نحطها في فيرب صلاة قدسهم ده يعني فيه صلاة صلاة مستمر طيب تاني حاجة أقدس في أكشن حاجة أنا هعمل ليكونوا مقدسين إند ريزلت أبجيكتف أوكي يبقى لازم أطلوب مني لأنا أعمل ده قدسهم يبقى فيه صلاة مستمر كل هذا عشان أعرف ما شئت ربنا على بالك كل هذا عشان أعرف بس ما شئت ربنا أقدس يبقى في أكشن مني ها مقدسين دان الاند ريزلت طيب ليكونوا كلنا فيهم أيها الآب ليكونوا فيا وأنا أيضا فيك ليكونهم أيضا واحدا فينا كما أننا نحن واحد أنا فيهم وأنت فيا مكملين إلى إيه؟ هايزين كلنا اللي بقى موجودين فين؟ في المسيح يسوع ودخلين فين؟ عادين مع بعض أحياء أبداي؟ تانيجج بيبل تو كرايست هو ده طيب مشيئة الله عملة إزاي؟ محتاجة معرفة زي ما حضراتكم بتقولها محتاجة مني أن أنا أفهم أكتر وأعرف أكتر وأعيش أكتر وأدوق أكتر إذن المعرفة مطلوبة جدا إذن المعرفة مطلوبة جدا طيب المعرفة تفيدني في إيه؟ المعرفة تفيدني أنا في إيه؟ محتاجة مني أن أزوغ وسط طيارات تانية من هلاك من هلاك جميل تقيني من إيه تاني؟ تقيني أن أنا ممكن أتسئل أي سؤال وأنا مش عارف فبالتالي أقول المعلومة غلط وبالتالي أعمل إيه؟ أهلك شعب أقول معلومة مش صح فأنا محتاج لازم أعرف ولازم أدوق طيب خلينا يعني أقول أن كلمة لتكن مشيئتك لتكن مشيئتك دي لها معنى كبير قوي إن إحنا نبقى إيه؟ مقدسين إرادة الله يمين الله نفسه قدوس فإرادة تكون إيه؟ مقدسة عايزنا نبقى إيه؟ مقدسين عملت لكم جدوى الجميل قوي عملت لكم جدوى الجميل قوي بفكرة مشيئة الله في حاجات معينة في عنوين برضو يعني اقتبست من نبونا داود كتير قوي بصوا مشيئة الله في إيه؟ ربنا عايز مننا إيه في الوقت؟ ربنا عايز مننا إيه في الوقت؟ عايزنا نعمل تلات حاجات في الوقت أول حاجة نخاف جدا من الوقت ونخاف جدا على الوقت لأن ما فيش إيه؟ ما فيش وقت نخاف جدا من الوقت إن هو إيه؟ نخاف من الوقت الضايع نخاف من الوقت اللي إحنا عاديين ما بنعملش فيه حاجة وممكن في لحظة حد في العالم في حتة ما ما سمعش عن المسيحيه لك أخاف جدا على كل وقت أنا بضيعه يعني كان ممكن أعمل فيه حاجة تاني أفضل على الأقل لو أنا مش هعمل حاجة من أجل العالم أعمل حاجة من أجل نفسي مشيئة الله في الوقت كمان إن أنا محتاج إن أنا يكون عندي يقزة يقزة روحية أبقى مركز جدا من خلاص نفسي وخلاص العالم خلاص الناس اللي أنا مسؤول عنهم مشيئة الله في الوقت كمان إن أنا بقى مركز قوي في الحتة بتاعة الوقت ده كل وقته هو مقدس مقدس الوقت إذا كنا نحن دلوقتي في أكاديميات وبنشتغل في تايم مناجمنت وبندي كورسات عن التايم مناجمنت هو ده كل ده هدفه إيه ده هدفه إيه ليه الخدمة أبديتد بالكورس معلشان إحنا نعمل أبليكيشن نعمل أبليكيشن في الفيلد بتاعنا هو ده اللي مطلوب مني أنا نقدس الوقت كويس أي فمنضيعه وش وقت فعلا ما فيش وقت طيب مشيئة الله في الألم ربنا عايز طب إيه مشيت ربنا في الألم دايما السؤال دايما الوجودي هو لي ماذا يسمح الله بالألم مشيئة الله في الألم هم ثلاث حاجات لا رابعة لهم طبعا لنتشكل ونتغير ونتوب ونفهم فيما بعض كل ده جميل لكن مشيئة الله في الألم إن إحنا نعمل إيه احتمل وصبر احتمل وصبر هتتنقى هتتنقى هو ده وي ممكن يكون وي من ضمن الويز مشيئة الله في الألم أن زي ما يونان تتحط جوه تجربة جوه جوه في الحوت فحول كل ضيق لشكر في الصلاة يقول إيه يقول الحقيقة إذا دعوت الرب من جوه في الهوية فإيه فاستجابني وفي الآخر يقول أعود فأنظر طب هو الكلام ده هو بيقوله أمتى وهو لسه وسط التجربة وسط التعب وسط الألم حول كل ضيق لإيه ليه شكر قريدي خلاص أنا خلصت قريدي أنا أنا فرحان أننا هعود وأنظر هيك الكتس ده مشيئة الله وإحنا بنجاوب على الناس بلماذا يسمح الله بالألم دورك أن أنت تصلي أن أنت تشكر وانت في وسط الألم مشيئة الله من جهة الألم أن يبقى فيه دايما ننتظر نرجو نفرح وإحنا في وسط الألم أرجاء وانتظار احتمال وصبر وشكر وتسبيح ثلاث فتي هما جوا الأتون كانوا بيعملوا كتب بيصبح الله نفسك نحاضر في وسطي طيب مشيئة الله من جهة التعاملات ها مطلوب من يعني ربنا طالب مني إيه المعلن إحنا كل هذا في مشيئة معلنة من جهة التعاملات إن أنا أعمل إيه أول حاجة أحب أحب ودي أدي على طول مش هاخد أنا مش هايزة أخد دلوقتي خالص أنا عايزة عود أدي ودلدق هدلدق حب على فكرة كل اللي حوالينا بي ممكن يكون ما بنفهمش اللانجوش بتاعة اللي قدامي ولكن بيحس قوي قوي بكل طاقة حب أنت بتدهله الطفل الصغير ما بيكون هو مش فاهم كلامك كله بس وانس أن أنت حضرتك بتحضنه فاللي بيحصل خلص خلص وصله وصله طبعا الفايف لانجوش دي كتير ونحن نتكلم فيها بالساعات لكن أن أنت بس تحب إنسان وتوصله حبك خلص خلصت بس في حتة زيادة عند في الإفانجليزم أنت بتوصله حب مين توصله حب المسيح فين في شخصك لغاية لما توصله وتاخده بييدك وتحطه قدام مين قدام المسيح ده دورك أنت عايز تقوله أنت محبوب أنت مقبول رغم عيبك بس أنت زي ما أنت كده كلك على بعضك جميل وحلو واحدة واحدة بقى هبتدي أسقط منك الحاجات يعني ممكن تكون مطربة شوي وفي الآخر أنا بغدك أحطك قدام المسيح طيب مطلوب مني إيه تعمل في التعملات إن أنا بقى زي سيدي مشرقة الله زي سيدي إننا نعمل إيه وأغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن قايدين للمزنبين قلين كلها في الصلاة الربنا ودايما بيقولوا اللي ساتروا ربنا إحنا نعمل إيه بس دورنا نحن نسطر على بعض ما نبقاش سبب في إننا نعمل إيه نخبط ونقطع ونعري أخطيت يعني دوري إن أنا أسطر واغفر زي ما سيدي عمل إيه وبابا عمل إيه سطر وغفر وبيستر وبيغفر وهيستر وهيغفر هذه ما شئته طيب ما شئته إيه كمان في التعملات على طول طول ما أنتم ماشيين تعملوا إيه ترجعوا مين صغار النفوس اتلككوا اتلككوا زي ما ربنا كده كان بيتلكك للسامرية سألها سؤال وقال لها إيه فين جوزك فعلت له إيه ما عنديش زوج ما هكش خالص قال لها إيه حسنا قلت فدايما ربنا كده زي ما بقول أنا بحس أن هو بابا حلو قوي أنه هو بيتلكك لين على الحاجة اللي بس يعني جايز عارفين زي ما يقوله قصب المردودة التي لا يقصف والفتيلة المدخنة الذي لا يطفق هو إحنا سعب بنا باكده كتير قوي وكتير قوي اللي قدامنا بباكد المطلوب مني أننا إيه في الكروزة شجع بس نشجعشها الغلط شجع أن فيه إيه لسه فيه أمل وفيه حاجة حلوة كل هذا عشان نسمع وفهم مشيئة ربنا مشيئة ربنا في آخر حاجتين في الأفكار مطلوب مني أعمل إيه في الأفكار مشيئة الله المعلنة أننا تأمل وحدة وفصل أتأمل وركز أحفظ إيه أحفظ فكري ما بقاش فكري بقى شاتت فكرة هيبقى شاتت لو أنا ما عنديش معرفة فكرة هيبقى شاتت وأنا ما عنديش صلة دايما فكرة هيبقى شاتت وأنا دايما في دوش فدايماً مطلوب مني أن أنا إيه أسرق وقت لأن أنا أعمل إيه أركز كويس قوي مع نفسي مع الكود اللي أنا أخطه لحياتي مع الفيجن الأساسي اللي أنا موجود وهيجي دلوقتي سؤال مهم جداً في التأمل والتركيز ديكو أربع أسئلة كده مهمين جداً برده بونا بيعلمهم لنا رائعة جداً أنا تعلمتها هنا بصراحة في الكراز أربع أسئلة فعلاً بجد هم دول اللي معرفة مشيئة الله الأفكار دايماً تبقى مشغول وانت قاعد في وسط الناس وحسس أن الموضوع كمان حتى ممكن يخرج برد الكود تبقى أنت دايماً مشغول بالصلاة قلبك ملتهب بالصلاة عشان كده دايماً حفظوا المزامير بيسهل عليكو كتير قوي دايماً أنت وانت قاعد في وسط الناس حتى لو يعني في وقت كده مش يعني شايف أن الكلام رايح في السياق تاني تبقى أنت دماغك شغلة فين في المزامير وصلاة على طول عشان كده الكنيسة حطت لنا صلاة كده اسمها صلاة إيه صلاة سهمية بسرعة لو تخش ترشأ في قلب ربنا على طول تك يا رب يسأل مسيح الحمد أنا الخاطئ إيه لأخرب مشيئة الله من جهة المشاعر مطلوب مننا أن احنا نعمل إيه نتعاطف مع بعض نحس مع بعض نحس ببعض جدا نتبطب على بعض جدا العلم كله محتاج إيه صدقين العلم كله وإحنا كمان محتاجين إيه بس نتبطب على بعض مش مهم مش مهم أي حاجة تاني هنطبطب بس هنسمع هنطبطب هيبقى في قبول لكلمة الله مش هندي أردرات مشيئة الله من جهة المشاعر أن أنا بقى حس أن أنا فعلا بجد يعني كترخيرك رب أن أنت بجد جبتني أن أنا أخدم في المكان ده يدوم العز يا رب أن أنت حطتني فوسط مجموعة من القدسين كترخيرك يا رب أن أنت حطتني في المشن دي بالشكل الفلاني بالطريقة الفلانية أنا ما استهلش بس كترخيرك أن أنت بعتني في الحتة دي عشان أتكلم مع الناس دايمين أنا يا رب أنت بقى اللي تتكلم أنا خجلان من نفسي أنا خجلان من نفسي أن أنا بتكلم بس أنت يا رب اللي بتضع الحافظ للفم من أنت كل كلمة بتتقل تبقى منك المشاعر يبقى دايما الإنسان مطلوب منه في مشيئة الله حكتيه مشاعرك كلها تبقى فيها إيه؟ انطلاق بركان بس بركان إيه؟ بركان فرح وسلام الفرح والسلام معضي والكآبة برضو معضي فانا لو أنا بتكلم ككارز في مشا أو مكان أو في وسط مجموعة وأنا كأيب إيه اللي هيتنقل لهم؟ طب لو أنا بكلمهم وأنا فرحان ودايق وعندي سلام هذا جزء كبير كده نانفيربل على فكرة ده نانفيربل لانجوش هتوصل إيه اللي عطلني في آخر سلايد إيه اللي عطلني إن أنا أعرف مشيئة الله حاجة كتير قوي ها إيه رأيك إيه اللي عطلني أعرف مشيئة ربنا اللي إنشغال جميل إردتي قبل إرادة ربنا صح إردتي قبل إرادة ربنا الخوف 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 من المستقبل والإرادة شك للبنساميه كده الفيك فيجين إيه اللي عطلني الغضب الغضب يعطلني صح إزايت اللي أنا طبعا تعطلني شكرك إيه اللي عطلني الإستعجال يعطلني جدا صح صح الدوشة الدوشة والإنشغال بالعالم يعطلني برافا لكم أنا حاولتك أتفضل مجهدة مجهدة وأنا شايف أن حكمة العالم أحسن أنا أشغال بالعالم يعني وأنا كمان ما عنديش طاقة صح طيب بس أنا حاولت أجمع لكم بس إيه اللي يشغلني إن أنا أعرف مشيئة ربنا لقيت كم حاجات لطيفة خالص زي ما أنت قلت عبادت الزات والأنا هي رقم واحد طبعا الفساد والإباحية واللي موجود في العالم كله دي من ضمن الحاجات الشديدة جدا في إن أنا أعرف مشيئة ربنا ونفهم مشيئة ربنا لأن أنا أبقى مشغول ب كل ما يشدني نحية الأرض لك مشيئة الله اللي هي خلاصي إن أنا هو خلاص العالم كله إننا نطلع ويبقى الروح بتاعتي هي الكفة الكبيرة اللي منه وراء العالم كله والفساد اللي فيه ويمكن الإباحية اللي منتشرة تفسد المضادة وتفسد عناية وتفسد وداني وتفسد فكري تمام طيب إيه تاني كبرياء العقل والإلحاد اللي احنا بنشوفه ده دلوقتي الاثيزم أو إنكار وجود الله اللي احنا مشيين مع وابتدى ينتشر بتدى ينتشر على فكرة كتير فكرة الحادي اللي هو احنا مشيين فرحانين فخورين بأن احنا ملحدين لا طيب ماذا يقفل ده محتاج صلاة يعني هتيجي دلوقتي الخوف والوحدة زي ما حضرتك قلت الإدانة وغيرة والحقد ده اللي هو الغضب والقلب المقفول الافتخار والتعالي الآن زي ما حضرتك قلت العند والقصوة وآخر الآن الكبيرة أسألكو آخر أربع أسئلة أنا تعلنتهم بصراحة في الكرازة وهما العلاج بتاع كيف أعرف ما شئت الله في حياتي الأربعة عبارة عن صلاة الأربعة عبارة عن عنوين لصلاة فيها تأمل فيها خلوة فيها أنفاس الله من كتاب مقدس فيها لترجية مولعة فيها مخدع شديد في البيت نار كده أيدا هما الأربعة حاجات دول أول سؤال لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك دي موجودة جدا في الصلاة بتاعة نهاية لا بعد التناول بحبها خلص وعايز أشارككم بيها يقول كده أسلم ذاتي بين حنوك بعديها يقول فتلافى بحنو ورفق كلما ينقصني برافو عليكم لتكن مشيئتك أنت اللي بتدبر أنت اللي بتقوم أنت اللي بتقود هتخدني من هنا توديني هنا حاطر هتوديني في الحتة الفلانية وهتعطلني عن الحتة الفلانية حاطر اللي أنت عايزه رب أنا ماشي معك لتكن لمشيئتي بل مشيئتك ما تعكسه هاش لأن أنا ساعد كتير بروح حكسها وروح حاطط إيدي على إيد ربنا وأنا أقوله لتكن لمشيئتك يا رب بل مشيئتي أو نعملها بالعكس أخطيت لتكن لمشيئتي بل مشيئتك بس أنا عايز كذا لا تشارط تنوه لا تعكسوها ولا تشترط على ربنا لا تعكسوها ولا تشترط على ربنا تاني صلاة اتعلمتها وبصراحة يعني دي اللي جابتني الكرازة ماذا تريد يا رب أن أفعل أنت عايزني أعمل ماذا تريد يا رب أن أن أفعل تاني صلاة تالت سؤال عشان نعرف منشيئت ربنا محتاج نسأل السؤال التالت ده اللي هو ده أنا ما أنا بل إيه نعمة الله العملاء فيا مع كل سكسيس ستوري مع كل حاجة حلوة بتحصل بنوجهها على مين أنا ما أنا بل علشان تظهر إرادة الله ومشيئة الله لازم أقول كده أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيها سعيدها الزاد بتحصل فيها ايه بتنام وقصدها ايه اللي بيعلي مجد الله طيب يهلك منهم يهلك منهم أحد أنا ممكن تكون يعني أنا أخدها من فم المسيح أنا عايز أن الكل يعمل إيه يخلص يا رب أنا عايز أمشي بفكرك أنا عايز الكل يخلص فالأربع حاجات دول أنا حبيت ألخصهم برضو وقتبستهم من جوه الكراز إن هما دول الأربع حاجات علشان نبقى فاهمين فكرة مشيئة الله زي ما قلتلك وقدر الإمكان حاول أن نفهم بفكرة السامية واللي هو الإرادة المعلنة والجزء الثاني اللي هو الإرادة التدبيرية لخلصنا محتاجين نركز في الأربع أسئلة دول خطوات حياتنا اليومية أشكركم على وقتكم